الحديث الإعلامي عن الانتخابات العراقية من يوم قيل لنا أن العراق أصبح دولة ديمقراطية صراحة حديث فيه من المرارة والشجون ما يكفي ليست هذه النسخة وحدها هي التي قيل عنها قد شابها التجوير في كل النسخ تقريبا التي مرت سمعنا بهذا الكلام وأن اختلفت النسب واختلف اللاعبون ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا من هم المزورون هل هم الشاب أم القوى السياسية وإذا كان التجوير هي من الجرائم الكبرى ومن الجرائم المخلة بالشرف إذن لماذا لا نعرف المجورين على مدى 18 سنة يجينا واحد يقول هذا فلان الزور هاي المفوضية الزورت هاي الكتلة الزورت هذا الزعيم الزور هذا التيار الزور هذا المركز الانتخاب الزور ليس قضيتوها طمطم لو طمطم لك ونسمع الأصوات تتعالى هذا يصرخ ذاك يستغيث هذا يشتكي ذاك يعترض لا بس هذه حقوق يكفلها القانون بس عمي طلعونا ياه الحرام البيكم من الحرام البيكم أما عملية تبادل الصراخات والاستغاثات ما عادت تنطلي على أحد وعلى قولت المثل ترى طباخ السمي ضوقة أما قضية لبس أن يلبس البعض ثوب الشرف فعليه أن يراجع أنا أفهم أنه حتى نستطيع أن نحكم هذه العملية الانتخابية لأنها الوجه الحقيقي والمعبر عن أي نظام ديمقراطي كان علينا أن نكتشف أو أن يكشف لنا عن الذين زوروا الانتخابات في عام الفين وثمنتاش ولم يسمحوا أن تكشف الأسماء وأن نسمع وأن نعرف ونسمع من كان المزورون في عام الفين وارباطاش ومن تلاعب بالنتائج في الفين أو عشرة حتى ما نبقى بهاي الاسطوانة المشروخة في كل مرة هناك تزوير وهناك ظلم طيب من الظالم أنا أتمنى واحد يجيبني على هذه القضية من يدير الانتخابات ومن هو صاحب اليد الطولة ومن هو الذي يتمكن من التزوير ومن هو الذي يتمكن من التاكير ومن هو الذي يتعامل بالمفوضية ومن هو صاحب القدح المعلّة أو ياهل عدة فلوسه واي أو ياهل عدة سلاحه واي حتى لا تخلونا نكاد أن نكون صم بكم عمي في هذه القضية نحتاج أن نفهم هذه دورة انتخابية انتهت هناك اعتراضات نعم من حق المتضرر أن يلجأ للقضاء وأنا أحيي جميع الذين يذهبون إلى القضاء لكن احنا كشعب حقوقنا يجب أن نعرف من الذي يتلاعب بها هسا نقول حقوقنا وإحنا 80% من الشعب ما منتخب لأنه الشعب عنده وجهة نظر ووصل إلى قناعة أن هذه القوى السياسية عليها استفهامات كثيرة اليوم وللمرة الثانية المحكمة التحادية تؤجل النظر في الطعون المقدمة إليها من القوى المعترضة ترجمة نانسي قنقر